موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم زيوكو عاملين ايه النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة خطيرة ان شاء الله يارب بتعجبكو عاملين وصفتين لزاز جدا الناس اللي بتحب بتعجن او الناس اللي خايفة تعجن ما اتخافوش اقول لكم دلوقتي هنعمل فطيرة زريفة جدا جدا هنعمل عاجينة حلوة اوي وهنحشي الفطيرة الحلوة دي بالفراخ وصفة حلوة حلوة اوي ان شاء الله تعجبكم والوصفة تانية هنعمل صلاتة الجرجير بين السماء وصفة زريفة جدا جدا وسهلة اوي برضو وتعمل السماء مع الجرجير بقى وبوصل وبتاع بتبقى تحفى ان شاء الله يارب الحلقة تعجبكم النهاردة فاصل بسرعة وبنرجع على طول بعد الفاصل نعمل الفطيرة الخطيرة دي خليكم عادة انا جيد هنعمل اول وصفة دلوقتي مع بعض الفطيرة بحشو الفراخ وصفة زريفة جدا وسهلة اوي ان شاء الله هتعجبكم العجينة اللي احنا هنعملها عجينة بسيطة وحلوة نجحة جدا عبارة عن ايه بصو معنا مثلا كيلو من الدقيق هنحط عليه معلقة صغيرة من الملح هنحتاج معاه نص كوباية من اللبن الرايب لو ما عندي كيش لبن رايب استخدمي اللبن العادي خالص وحط عليه معلقة كبيرة من الخل ويسيبيه كده مثلا دقيقة اولا حاجة هتلاقيه بقى رايب معاك يبقى حلو جدا ممكن نستبدل الخل بعصير لمون برضو مفيش مشكلة هنباتي على زيت زاتون براحتك عايزة تستخدمي زيت زاتون بس او زيت عادي بس مفيش مشكلة هو بس محتاجينه يكون نص كوباية معلقة كبيرة من الخميرة معانا كمان سكر معلقة صغيرة من السكر معلقة صغيرة من البايكينج باودر وميا دافية برضو ايه عشان نعجن العجينة وتتلم معانا وبس خلاص دي كده العجينة نجي بقى للحشوة معانا فراخ متقطع حطة صغيرة او راك او صدور براحتك خالص هي هتبقى للحشوة معانا بصلايا متقطع حطة صغيرة معانا فصين من التوم المفروم ايه ممكن شوية جزر مبشور كده حبيتين من الطماطم المبشورة او يعني متقطع صغير جدا يعني تبقى مبشورة او متقطع صغير براحتك معانا فلفل رومي اخضر متقطع برضو حطة صغيرة قوي ايه معلقة صغيرة من الكاري معلقة صغيرة من بهارات الفراخ ملح وفلفل وشوية زيت بس كده ممكن نستخدم جبنة متزرلة وممكن لأ براحتك يعني بس ولا اي حاجة تانية ان شاء الله احنا بنحتاج على الوش بس قبل ما ندخل الفطيرة الحلوة دي الفرن صفار بيضة مخفوقة مثلا ممكن نخففها بشوية لبن او حاجة او صفار البيضة بس كده ومعانا سمسم وحبة البركة عشان نرشها على الفطيرة من فوق وبس خلاص ان شاء الله تعجبكم اول حاجة عايزة حضر الحشوة عشان عبال ما الفراخ تستوي نكون عملنا العجينة مع بعض التصة هنا سخنة اهو احط لها زيت نعلقتين كده واللي حاجة كبار من الزيت ومعاي الفراخ فراخ نتقطع مكعبات صغيرة وراك او صدور براحتك او ميكس ما بين الوراك والصدور زي ما تحبي كده ايه عايزة بس الزيت يسخن شوية اكتر من كده وحط بقيت الفراخ وطلع بقى بولة كبيرة هحط الزيب هلقى صغيرة من الملح هنقلب الكلام ده تده مع بعضه هنحط السكر والخميرة والبيكنج باودر وخليط الزيت النباتي مع زيت الزيتون الباب والنابن الرايب وحجيب ماه دافع هنزل بقى هنا فراخ الاول كده نزل بجوز مprit من يجيد السكر سوف ننزل بمشعبات الفراح اصدها كده ايه تستوي شوية عقبال ما اعجل العجين عايز اجيب مية دافية ونحط المية بالتدريج ونعجل العجينة اول ما العجينة تلم معاتي يبقى خلاص توقفي خالص مية او اي حاجة الناس اللي بتخاف تعجل ما تخافوش خالص جربو حتى لو هتجراجو في كوبايت دقيق ولا كوبايتين دقيق الموضوع بسيط خالص ما فوش ابدا اي حاجة بالعكس يعني انا بحيث من فرابي اصلا ان الواحد يكون بيعرف فيها عجل وباوقات لما يكون الواحد عنده طاقة سلبية او حاجة يمسك له عجينة كينا يعملها بتطلعها حلوة قوي بالذات وانت عندك طاقة سلبية يعني فاهم اقصد هتلاقي العجينة معاك خطيرة بتعارف انت لو عندك طاقة ايجابية مش هتبقي قادرة تعملها او او لكني طاقة السلبية بقى خرجيها في الكلام ده وطبعا لو عندك عجان هيريحك خالص لو انت يعني خايفة من حكاية العجن دي بس زي ما انتوا عارفين انا بحب عجن بايدي اوش اول ما العجينة كده تلمني معايا خلاص مش هيحتاجة احطلها ولا مية ولا حاجة وهفضل بايدي كده اعجلها دقتين تلاتة علشان تبقى نعمى معايا اكتر وطبعا احنا هطللها خرجة تعريزينها تخمر تاخد وقتها كده وتخمر ويتضاعف حجمها فانا معايا واحدة حمرانة ارجع لي لست كده ورا تقيلة ايه اللي عاجين هالخبران اهي بس خطيرة بتحفن هايز اجد لها رش دقيق كده من تحت الحوض وكده خرجة الرومي الاخدر هاتجزر كده على كمان فماطر نقلبهم كده مع الفراق يبدالوا كده مع بعض وهحط كمان التوم وإحنا قلنا ايه كمان توابل هنحطها عشان بس ننساش بهارات الفراخ والكاري اهو كاري وبهارات فراخ نقلب الحشوة الحلوة دي كده هنسيب الحشوة كده ايه تتزبط ونروح للعجينة اهو هسيب منها كده جزء صغير هقولكو هامل بي ايه دلوقتي كده وعيزة بقى افرد العجينة كده عجينة تحفة لان فيها ايه فيها رايب بقى وبكن فودر وخميرة الاثنين مع بعض كده بجيب بقى صانية اي صانية عندك ما تشفش كلا خبص انا معاي الصانية الحلوة دي هقطعها هنا كده كده اهو بسو بالشكل ده واي باقي زيادات كده من العجينة هقطعها بايدي كده بالشكل ده واعمل ايه بقى احط الحشوة الحشوة رحتها خطيرة كده كده في النصف الفراخ كده استويت وباقت تمام خطي الحشوة زي ما تحدي بقى يعني عايزة القطار يتقللي براحتك خالص كده بالشكل الزريف ده وممكن نحط شوية جبنة متزارلة لو عايزة كده الجبنة المتزارلة هتبقى برضه حلوة قوي لما كمان ايه تدخل الفرن انا هعمل ايه بقى هعمل لها برضه تغطية من العجينة نسيبها هنا كده على جنب واللي انا قلتلكم ان انا ايه شايلها على جنب كده دي نجيب لها رش الدقي كده وبرده نفردها تقدروا انتوا بقى تعملوا اي فكرة على وش الفطيرة الحلوة دي يا اما عجينة زي ما انا هعملها دلوقتي كده او عارفين فكرة الباستا فلورا مثلا ان احنا نعمل يعني الشرايط كده من العجينة على وش الفطيرة هتبقى برضه حلوة قوي براحتكو بقى ده الموضوع ده بتاعكو وزي ما انتوا عايزين كده اهو كده ايه بس اخليها اه اه توسع معايا وخطاها هنا كده واقفل الفطيرة الحلوة دي كده من الجناب اهو ومكن بقى بالسكينة نعمل حركات كده مثلا بس كده احنا نفتح العجينة بس نحافظين ان الحتة اللي في النص دي ما تطقطعش فاهمين قصدي حبة البركة والسمسم اهو صفار البيضة اللي بعيد قوي ده صفار البيضة وندعين كده لو مش عايزة تدهنيها بصفار البيضة ممكن بلبن حليب او قهوة سريعة الدوابان متخففة بشوية مية كل ده هيدي لون حلو قوي اه للفطيرة الحلوة دي شوية سمسم وشوية حبة البركة وفرن سخن درجة حرارة اه متين في الرفل في النص هندخل الصينية اللذيذة دي لمدة تقريبا 25 دقيقة هتلاقي ممكن اقل حسب سخنات الفرن عندك هتلاقي اول ما العجينة استويت خلي بالك احنا حطيني الحشوة مستوية فاول ما العجينة هتستوي خلاص طلعيها من الفرن على طول واللي احنا عملناها قبل ما نطلع مع بعض على الحلقة يعني اهي بصتوا تشبه الباستا فلورا كده عجين على بعضه من فوق او زي اللي انا عملتها دي هتبقى برضو ظريفة جدا بالسكينة كنا عملناها فرحات تحفل طعمها الجنن والحشوة جوا وتحشوة الفراخ خطيرة والعجينة نفسها سهلة قوي فاجربوها وبالهدو الشفة هدخل الصينية اللذيذة دي الفرن ونرجع بعد الفاصل نعمل صلعة جرجير بالسماء خطيرة خليكم معينا موسيقى انا جيت انا عمل دلوقتي صلعة اللذيذة قوي انا بحبها بصوا اي حاجة ورقية هتلاقوني بحبها جدا عاملة زي الارنب مش عارفة مالي بحب الجرجير واحب الخصت احب البقدونس احب الشبت احب الكوزبارة بصوا واعملهم ساندويتشات مع جبنا حاجة يعني بقى مش قادرة فبالنسبة لي الجرجير ده لما بشوفه بيجيلي راحة نفسية كده وحيس ان انا عايز ااكله باي طريقة الصلعة اللي احنا هنعملها النهاردة دي مع الجرجير خطيرة انا عايز اكوا تجربوها كده وتقولونا ايه رأيكم بصوا معنا ربط الجرجير مثلا او حاجة مخصولة بقى كويس ودايما زي ما بقولوكو الخضروات الورقية عشان تغسليها حلوة لو اي حاجة متعلقة فيها تقع وتبقى زي الفل هنغمرها في طبق غوية مليان مية الحنفية العادية وعليها معلقة كبيرة من الخل وسيبيها اربع خمس دقيق وبعد كده اشطفي ورق الجرجير ده تحت المية الجارية بس كده وما تلاقيش خاص وبعدين تنطريه من المية كويس قوي ويفضل تحطيه كده ايه في كباية مثلا او في برطمان او حاجة كده زي ما حطوط كأنه بالضبط ورد فاهمين السيقان بتاعته تبقى تحت والورق هو اللي فوق وتسبيه لغاية ما الورقة تنشف بالطريقة دي الورقة هتنشف من البلل اللي هي فيه نقوم حطينها في علبة علبة محكمة الغلق يكون تحتيها مناديل وفقيها مناديل ويقعد معاك في التلاجة بالخمستاشر يوم اذا سواء بقى الجرجير او البقدونس او اي ورقيات او الخاص تحفة انا دايما بعمل كده بيقعد بالخمستاشر يوم عشان الصلطة وعشان النقنقة وعشان السندوتشات وكده معنا بقى مع بقية المكونات معلقتين كبار من الخل الابيض معلقة كبيرة من السماء بصل احمر متقطع شرايح كده رفياع معانا كمان عصير لمونة كبيرة ملح كمون ورشة سكر بس كده هتطلع معكو خطيرة هجيب بولا كده صغيرة ونحط فيها السماء كده والكمون ملح وفلفل او الفلفل كده اجاد انا من عندي عشان احب الفلفل وخل وحط كمان عصير لمونة نلس كده وهي رشة سكر ونجيب ماشي تعال انتي ونقلب الدريسنج الحلو ده وانا حطيت كمون ولا لسه محطتش حطيت كمون باين مش عارفة مش فاكرة مش عايزة حط تاني لكون حطيت كده والبصل بصل البصل الاحمر كده هل بس كده يعني ممكن نضيف اضافات ولا لا اه ممكن ممكن نحط خيار وممكن نحط طماطم هيبقى برضو حلوة قوي هي التدبيلة دي هتدبل البصل زي ما انتم شايفين فهتخلي السلطة طعمها حلو مش هتحسي ان انتي بتاكل بصل كده حامي وغريب لا 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 هتلاقيه زريف بس ده ما يمنعش برضو ان الوصفة قابلة للاضافات اي حاجة عايزة تضيفيها من الخضروات هتنفع وهتبقى حلوة قوي ناخد بقى الجرجير الحلوة ده كده نوزعه كده في الطبق ايه الحلاوة دي كده وننزل بقى بالبصل الزريف مع التدبيلة اللي احنا عملناها البصل بقى بالتدبيلة دي هيبهت على الجرجير اللي احنا خطينه فهتخلي طعمه تحفى كده هوا بس بس وبرضو معلقة ديت زاتون كده جدا انا من عندي بس كده جنب اي حاجة ممكن جنب الفطيرة دي هيبقى ظريف قوي قوي ان شاء الله يعجبكو وتجربوه الحلقة خلصت عملنا اول وصفة مع بعض الفطيرة الظريفة دي فطيرة عملنا عجيلة سهلة قوي ماخدتش ابدا اي حاجة مقدرها كلها هتخليها عجينة كده حلوة فاخرة وحشناها بالفراخ فراخ شوحناها مع توابل وبصل ظريفة جدا جدا طعمها تحفة وعملنا الفطيرة حلوة دي ورشنا عليها سلسة محبة البركة جربوها وما تخافوش من العجين ويقولولي ايه رعيكم والوصفة الثانية صلتة سهلة جدا ممكن تبقى فارشة للساندوتشات حلوة قوي قوي قبر عن جرجير وبصل وسماء ولمون وخل وكمون ان شاء الله تجربوها اولهانا والشافة بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا علي شوفوني كل يوم ساعة واحدة ونص على قناة النهار في برنامجكم اكلة بيتي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة